المنتخب ده أغلبية اللعيبة اللي فيه ما كانوش بيشاركوا أساسيين في فرقهم حمزة علاء ما بيشاركش أصلا ما بيخش قائمة النادي الأهلي حمزة علاء حسام عبد المجيد هو اللي بيلعب أساسي مع نادي الزمالك عمر فايد ما بيلعبش أصلا من أول الموسم كريم الدبيس ما بيلعبش أحمد عيد كريم العلاية بيلعب عليه في المصر معظم الوقت في نص الملعب إنني طبعا غياب طويل مع أرسنل كوكا بيشارك على فترات مع النادي الأهلي شحاته مؤخرا بس لعب مع نادي الزمالك أسامة فيصل ما بيلعبش طول الوقت مع البنك الأهلي بشكل أساسي إبراهيم عادل مؤخرا كان قاعد كتير على دكة بيرامدز مؤخرا كان بيلعب مع بيرامدز قبل ما ينضم المنتخب الأمي مطشين ثلاثة زيزو أساسي فتتكلم في اتنين ثلاثة بس هم الرجليهم في الملعب طول الوقت والباقي ما بيشاركش خالص يما ما بيشاركش بشكل أساس طول الوقت فإحنا منتكلم في منتخب عظيم طيب اتقلك في ناس كده دمها تقيل دمها تقيل قوي يعني يقولك بس احنا من النهاردة برضا كريم ما تبلغش يعني احنا كنا باللعب الاحتياطي بتاع المنتخب الأسباني مش التشكيلة الأساسية شفت انا كنت لسه بقولك يعني منتخب مصر اللعيبة دي اللعيبة المحلية دي ما بتشاركش أصلا مع فرقة في الدور المصري اللي احنا كنا باللعبه من النهاردة التشكيلة اللي احتياطية لأسبانيا 99% منهم شاركوا في أغلى مباريات الدول الأسباني الموسم اللي فات مع فرقة دول الأسباني دول الأسباني يعني يبقى بتاعيب من النهاردة دي أساسيين في فرقهم في الدول الأسباني احنا كنا بنلعب بلعبة مش أساسيين في الدور المصري وكسبنا النهاردة احنا كسبنا بس احنا كسبنا بس هجيب لك أرقام بس الأول أقول لك اللاعبة اللي كنا بنواجههم النهاردة منتخب إسبانيا اللي واجهناه النهاردة أرقامهم عاملة إزاي بص يا سيدي سامو أمارديون بيلعب في ألافز وقتليتكو مادريد لعب يعني الموسم ده في ألافز وقتليتكو مادريد اللي هو راجل مهاجم بتاع النهاردة شارك في كم مباراة بقى الموسم اللي فات ده ستة وتلاتين مباراة ومسجل تسعة تجوال وعمل أسست تمام؟ قدي أول واحد بيلعب مع مين؟ ألافز وقتليتكو مادريد ديجو لبيز بيلعب مع بالنسيا شارك في كم مباراة أولاد تسعة وتلاتين مباراة مع بالنسيا وجاب أربع أهداف وصنع ستة أهداف سيرجيو كاميلو لعب مع رايو فيكانو ولعب تلاتة وتلاتين مباراة مسجل أربع أهداف وصنع هدف واحد إمار أروز لعب مع أسونة ليفت وينج لعب مع أسونة ستة وتلاتين مباراة مسجل هدفين وصنع هدف تمام؟ سيرجيو جوميز لعب لمنشستر سيدي وريال سويسيداد أربع تاشر مباراة مسجلش وصنع هدف ماشي بعد كده بينات تورنتس لعب مع ريال سويسيداد واحد واربعين مباراة مسجلش أهداف وصنع هدف نص الملعب بابلو باريوس لعب مع أثليت كومدريد خمسة وثلاتين مباراة مسجل هدف وصنع هدفين فيلما الأول أدريان برنبي لعب مع بارمال إيطالي الإيطالي تسعة وثلاتين مباراة مسجل تسعة هدف وصنع ثلاثة فيلما لبيز لعب مع برشلونا تلاتة واربعين مباراة مسجل احداشر ومصنعش أحجرة فيلما طبعا انتم يعرفين اللي بفرج على برشوه بفرج على فيرمن كتير من العيبة المهمة جدا نركز بقى الندول كمان البودراء اللي نزلوا النهاردة طيب ميجيل جورادس لعم مع جيرونا 40 مباراة مسجل هدفين وصانع 9 وجيرونا طبعا انت عارفين عمل ايه في الموسم اللي فات في الدول الاسباني كان بينافس يعني الفترات كبيرة مارك بابل لعم مع الميريا 23 مباراة مسجل هدف وصانع 3 كريستان موسكيرا لعم مع فالينسيا 38 مباراة ما سجلش وما صنعش مارك بابل لعب مارك بابل ده كده مكرر الميريا وبعد كده جونيلو لعب مع سيفية أشبليا 36 مباراة مسجل هدف وصانع 3 ميجيل جورادس لعب مع جيرونا 40 مباراة مسجل 2 وصانع 9 وسيرجو جوميز لعب مع ريال بيتيس وبولونيا 32 مباراة صانع 2 ومسجل 2 ده المنتخب اللي كنا باللعب النهاردة وحد يجي يقول لك اصلا يا عم ده تشكيلة احتياطية لا مش تشكيلة احتياطية لا لعبة كلها مميزة لعبة كلها رائعة اللي كنا من وجههم النهاردة بس احنا كان عندنا رجالة إبراهيم عادل ايه الجمال ده اللي مسجل هدفين النهاردة هدفين منتخب مصر زيزو بيطلع نار من بقه زيزو النهاردة عمل كل حاجة في الملعب نقصه بس انه يسجل عمل كل حاجة اني كالعادة من افضل لعبي منتخب مصر اللي لم يكن افضلهم في الثلاث مباريات اللي لعبنهم في دور المجموعات كوكا مميز سواء لما لعب في نص الملعب او لما راح يلعب ناحية الشمال شحاتة مميز الاتنين احمد عيد وكريم الدبيس ممتازين عمر فايد وحسان عم نجيد اداء ولا اروع كل حاجة في المنتخب حلوة اوجي